بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا جميعا طلبنا الأعزاء في كل مكان معكم الأستاذ أحمد القيسي اليوم رح نبدأ بشرح مادة الفيزياء للصف العاشر في الفصل الثاني طبعا فصل الحالي اللي احنا موجودين فيه الان مادتنا بشكل عام تحكي عن الكهرباء والمغناطسية شو يعني الكهرباء وشي عن المغناطسية رح نتعرف على ظواهر في الكهرباء وظواهر في المغناطسية رح نتعرف على الشحنات الكهربائية كيف تنتقر الشحنات من جسم الى اخر بقوة الكهربائية واثارها في المواد ورح تعرف كمان على التيار الكهربائي تمام؟ مادتنا بشكل عام هي بس الوحدة الرابعة في الكتاب اللي هي تقريبا كل المادة تنقسم الى اكثر من الفصل عندي ثلاث فصول تقريبا اليوم رح نبدأ بالفصل الخامس فصل اول من المادة والدرس الاول فصل الخامس كهرباء السكونية الدرس الاول بعنوان الشحن الكهربائية والتكاهر الان انا لما اجي احكي شحنة كهربائية لربما احنا اول ايشي بتواضل في ذهن ايش كهرباء الشحن دائما الى دخل بايش بالكهرباء تمام فاي ايشي الى دخل في الكهرباء تيار ضو اشياء الى دخل في الكهرباء بيجي فبالة إنه في عنا إيش شحنات لكن الآن هتطرف على الشحنة بشكل رسمي الآن لاحظ شو بيحكي لي الشحن الكهربائية هي خاصية فيزيائية مرتبطة بالمادة شو يعني مرتبطة بالمادة يعني مرتبطة بنوع المادة يعني هاي خاصية فيزيائية إن لها دخل بنوع المادة وتحدد تفاعلها الكهربائي ليش هي اللي بتحدد الشحن إذن الشحنا تشيح خاصية فيزيائية ل urged Favorite أيضا هي التي تحدد تفاعل المادة الكهربائي تمام طيب يعني الشحنات إلى دخل في الكهرباء الآن الشحنات الكهربائية زي ما بنعرف إحنا تقريبا تنقسم إلى قسمين شحنة موجبة وشحنة سالبة الأجسام جميعها في الحياة في العالم العادي في وضعها الطبيعي تمام متعادلة كهربائيا شو يعني يعني عدد الشحنات الموجبة فيها يساوي عدد الشحنات السالبة الآن الأجسام اللي انت بتشوفها قدامك في الحياة اليومية الكرسي القلم الدفتر الكتاب أي شيء بدك إياه طاولة لما تلمسها ما تعطيك شحنة معناها أنه هي متعادلة كهربائية شو يعني يعني عدد الشحنات الموجبة فيها يساوي العدد الشحنات السالبة تمام طيب فيش أجسام مشحونة لا فيه أجسام مشحونة نتعرف عليها الآن بحكي تنتقل الشحنات من خلال عملية اسمها الشحن الكهربائي كيف يعني مثال على الشحن الكهربائي عندما ندلق قطعة صوف بمصطرة بلاستيكية منجيب إحنا مصطرة بلاستيكية أو قطعة صوف اثنين منديكهم في بعض تمام نمسح إيش المصطرة ب قطعة الصوف فتظهر على المصطرة شحنات سالبة بينما تظهر على شحنات الموجبة على قطعة الصوف نفسها الآن إحنا إيش سوينا نقلنا شحنات تمام إذن ما هي عملية الشحن الكهربائي هي عملية اكساب جسم شحنة كهربائية موجبة او سالبة تمام حكينا الشحنات نوعين وانا بقدر اعطي الجسم اما موجبة اما سالبة بنشوف كيف طبعا طيب طبعا مثال الدلك هسا رحيتعرف عليه كمان شوي لكن ربما هو اشي انتو بتعرفوه من الصفوف السابقة انو لما ادلك جسمين مع بعض بصير عندي ايش شحن ايش مسميش شحن بالدلك الان نجي على الخاصية الفيزيائية هايلي اسمها الشحنة للمواد رحنتعرف على خصائصها كيف تتفاعل الشحنة كيف سلوكها الان اول اشي شحنات الكهربائية لها نوعين شحنة موجبة وشحنة سالبة زي ما احنا شايفين قدامنا في عندي انا شحنة موجبة وشحنة سالبة الان ثانيا الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب شعن تتنافر يعني بتبتعد عن بعضها تمام تتجاذب تقترب من بعضها تمام طيب الان الشحنات المتشابهة تتنافر يعني انا لو اجبت مثلا انا عندي هيك شحنة سالبة وشحنة سالبة تمام فالان ايجل يصير بناتهم حسب القانون القاعدة هاي الشحنات المتشابهة اللي نفس بعض تتنافر فلذلك هاي رح تبعد عن هاي وهاي رح تبعد عن هاي تمام اظن متشابهات سالب سالب طيب الشحنات المختلفة يعني الغير متشابهة اللي كل واحدة الها اشارة تمام تتجاذب يعني اذا زيك عندي انا موجب وسالب ايش اللي بصير فيهم الموجب بتروح نحو السالب والسالب بتروح نحو الموجب اذا انا عندي تجاذب لانهم مختلفات وعندي تنافر لانهم متشابهات نفس الايش طبعا اذا كان عندي موجب وموجب ايش بصير فيهم زي السالب والسالب تتنافر تمام طيب ثالث خاصية للشحنات الكهربائية ان الشحنات الكهربائية محفوظة وهذا بمعنى ان عددها لا يزيد ولا ينقص يعني انا عندي في العالم في الطبيعة تمام كل الاجسام فيها شحنات حسا بعضها متعادل بعضها مشحون الان الشحنات اللي جوها كل هاي الاجسام عددها ما بزيد ولا بنقص طب كيف يعني؟ يعني مثلا انا لما بدي اجي اشحن جسم عملية الشحن الكهربائي ما بتولي لجي شحنات جديدة وانما بتنقلي الشحنات من جسم الى اخر وعملية الشحن ايش بدي اشحنه بتنقلي الشحنات من جسم الى اخر تمام طيب هذا هذا التعبير تمام انه الشحنات الكهربائية عددها لا يزيد ولا ينقص تمام نسمي احنا مبدأ حفظ الشحنة تمام يعني علميا ايش بتسميه مبدأ حفظ الشحنة مبدأ حفظ الشحنة بحكيلي ان الشحنات الكهربائية لا تفنى يعني ما بتتدمر ما بتختفي ولا تستحدث يعني ما بتقدر ان تصنعها كمان ولكنها تنتقل من جسم الى اخر تمام طيب رابعا توجد الشحنات توجد الشحنات في الطبيعة بمقادير محددة يعني انا ما بقدر اشحن اي جسم هيكه والله عكافي والله شحن ليه والله الف مثلا شحنة او ما شابه لا في عندي المقدار محدد في الطبيعة ايش هو اصغرها شحنة الالكترون اصغرها ايش شحنة الالكترون هاي الالكترون ايش هو راح نتعرف عليه طبعا اكيد احنا بنعرفه من الصفوف السابقة انه الالكترون موجود في ذرات المادة وهو شحنته شحنة سالب اذا اصغر شحنة لانه هي اصغر اصغر اشي اصغر جسيم احنا بنعرفه جسيم اساسي مشحونة � careless اللي هو شحنة الالكترون فالالكترون هذا اصغر شحنة موجودة في طبيعة ولا يمكن تجزئ تغيرتها يعني ماختدرش تجيب شحنة تنقولها من جسم لاخر تكون شحنة اقل منالكترون أقل إيشي إلكترون هذا التعبير برضو إحنا حنسميه مبدأ تكمية الشحنة إنه أصغر شحنة في طبيعة هي شحنة الإلكترون هذا رح نسميه مبدأ تكمية الشحنة لكن حنرجع له إحنا كمان شوي في الدرس إذن هاي هي خصائص الشحنات عندي موجبة وسالبة عندي تجاذب وتنافر تنافر بين الشحنات المتشابهة تجاذب بين الشحنات المختلفة مختلفة بإيش؟ بالإشارة إذن شحنات الكهربائية محفوظة وعندي مرضى أحذر شحنة لا تفنى ولا تستحدث يعني أنا ما بصنع لا شحنات جديدة ولا بدمر شحنات بتخليها نفس ما هي وعندي رابعاً الشحنات توجد بمقدار محدد صغير أصغر إشي يمكن أن توجد فيه اللي هو شحنة الإلكترون ونرزلها بالرمز إي ورح نرجع لها الآن تصنيف المواد الآن إحنا بنحكي عن الشحنات عارفين قديش شحنات صغيرة؟ شحنات صغيرة جداً حكينا أصغر إشي شحنة الإلكترون يعني أشياء إحنا مستحيل نشوفها طيب بالنسبة للمواد والكهرباء يعني بالنسبة للمواد والشحنات إيش تصنيفها؟ الآن بحكيلي تصنف المواد من حيث سماحيتها لانتقال الشحنات الكهربائية يعني سماحيتها بمعنى أنه هل بتسمح بانتقال الشحنات الكهربائية خلالها أم لا إلى نوعين إيش هم؟ المواد الموصلة والمواد الموصلة ها يمكن للشحنات أن تنتقل من خلالها من خلالها بسهولة تمام؟ يعني المواد الموصلة هاي الشحنات حرة الحركة فيها بحيث أنه بإمكانها أنها تنتقل سواء كانت موجب أو سالة المواد الموصلة زي إيش؟ إحنا منعرفها بالحياة اليومية مثل الفلزات الفلزات هي جميعها موصلة تقريباً لجميعها موصلة بحيث أن الشحنات تنتقل من خلالها مثل الفضة والذهب والنحاس والألمنيوم وعندي المحلية الكهرالية مثل محلول ملح الطعام بالماء يعني أنا بجيب ملح الطعام اللي هو الملح العادي وبذوبوين في كاسة مي الآن المي في هاي الحالة بتصير إيش؟ بتصير موصلة للتيار الكهربائي أو يمكن للشحنات أن تنتقل من خلالها بسهولة الآن بحكي لي تستخدم هذه المواد في التوصيل الكهربائي مثلاً أنا عندي سلاك الكهربائي العادية هاي هي مواد موصلة تمام؟ تكون مصنوعة مثلاً من النحاس في عندي بعض الموصلات تكون مصنوعة من إيش؟ من ذهب زي هي تمام؟ رح نتعرف عليها بتنتقل من خلالها الشحنات طيب لاحظوا معاي مثلاً المواد الموصلة مثلاً الزبا والذهب والنحاس النحاس هذا لاحظ إيش؟ هنا أسلاك تمام؟ أسلاك الكهرباء تمام؟ والفولاذ وماء البحر الآن في عندي أنا مواد عازلة المواد العازلة هاي لا يمكن للشحنات أن تتحرك خلالها بسهولة يعني الشحنات هي بتكون مقيدة ما بتقول لي شحنات تمام؟ مثل إيش؟ مثل الزجاج والبلاستيك والمطاط والخشب كمان والمحليل الجزائية مثل محلول السكر في الماء تمام؟ هاي المواد لإيش تستخدم طيب؟ حكينا هاي المواد تستخدم في التوصيل الكهربائي أنا بدي أنقل شحنات من مكان لآخر هاي المواد تستخدم في السلام الكهربائي يعني العكس التعطينة عشان إنت لما تلمس إيشي ما تتكهرب منسميها سلامة كهربائية مثل تغطية أسلاك الكهرباء ومقاوض الأدوات الكهربائية لاحظ هون عندي العوازل مطاط مثلا شايف كيف مطاط العجال هذا عازل الزجاج نفسه عازل الزيت عازل يعني هذا من السوائل كمان الألماس ما بنقول لي شحنات يعني قليل جدا لا يتحرك شحنات داخله لاحظ الخشب الجاف عازل الآن لاحظوا هون في هاي الرسمة هو هون المقصود فيها هذا هو النحاس فلاحظ انت كيف هون في عندي أنه نحاس موصل بس أنا هذا السليك أنا ما بدي ألمسه لما ألمسه ما بدي أتكهرب تمام فإيش حاطين حواليه حاطين حواليه بلاستيك أو مطاط بحيث أنه هون يكون عازل تمام وهون ببين معك السلام الكهربائيه هون عازل هون موصل فلذلك السلاك إحنا أكيد تعرفوا أنه إحنا السلاك هي عبارة عن بلاستيك وجواه المحاس هذا تمام طيب لأننا نجي كيف تنتقل الشحنات من جسم إلى آخر وهذا اللي سمناه الشحن الكهربائي حكينا شحن الكهربائي هو إكساب جسم شحنات سواء كانت موجبة أو سالم رح نحكي عن أكثر من طريقة لشحن الأجسام اللي هي شحن الكهربائي رح نحكي عن ثلاث طرق تمام أول طريقة الشحن بالدلك تمام إيش بتحكي لهذه الطريقة كالتالي بتحكي لي عند شحن جسمين عفوا عند دلك جسمين غير مشحونين تمام من مادتين مختلفين ببعضهما البعض يعني أنا عندي جسمين تمام والجسمين هذول يعني غير مشحون بحيث أنه متعادل تمام طيب إذن مادتين متعادلتين يعني غير مشحونة تمام وتحكي نفسها خمسة مثلا هنا وهنا خمسة تمام فمثلا عند الدلك قضيب زجاج بقطعة حرير تظهر شحنة موجبة على قضيب الزجاج وتظهر بالمقابل شحنة سالبة على قطعة الحرير وتكون الشحنتان متساويتان في المقدار تمام تمام؟ يعني أن لو جبت مثلا هي قضيب الزجاج قطعة حرير هاي قطعة الحرير ودلكتهم في بعض بحكيلي تظهر شحنة موجبة على قضيب الزجاج وتظهر بالمقابل شحنة سالبة على قطعة الحرير وتكون الشحنتان متساويتان في المقدار طيب ماشي وفي عند طبعا أكثر من نوع من الدلك ممكن أنا أدلك أي شيء بأي شيء ثاني بس رح نأخذ مثال عليها هاي هون طيب في هذه الحالة تظهر الشحنة على الجزء المدلوك من الجسم فقط شوف في هذه الحالة أي حالة ليش الحالة اللي هي زجاج مع الحرير تظهر الشحنة على الجزء المدلوك من الجسم فقط يعني ما بتتوزع الشحنة على كل الجسم بس تظهر وين على الجسم يعني سالي مثلا تكون هون الموجبة ولا تكون هون تمام يعني هذول مش رح ننخذ فيه ليش ولا تتوزع على باقي نحاء الجسم لأنه عازل لأنه الجسم بطبيعته ما بيحرك للشحنات بس أنا لما دلكته رح نتعرف شو اللي صار أنا حركت فيه الشحنات شوي بس وين حركت فيه وين أكسبته أو وين أفقدته شحنات هون بس بالمنطقة اللي أنا دلكته فيها الآن تم ترتيب المواد من حيث ميلوها من حيث ميلوها لإظهار شحنة موجبة أو سالبي عند الدلك في سلسلة أطلق عليها سلسلة الدلك الكهربائي تمام لاحظوا رتبوا المواد يجوا العلماء جربوا هاي التجارب ورتبوا المواد بحيث إنه هل إذا دلكتها تعطيني شحنة موجبة ولا شحنة سالبة تمام طبعا بطرق قدروا يعرفوا فلاحظوا إنه لاحظوا إنه العلماء لاحظوا إنه جسم الإنسان مثلا بعطيني شحنة موجبة أكثر إشو أول ما أدلك وعطيني شحنة موجبة الزجاج أقل منه بشوي الشعر والصوف الحرير إلى آخر الألمنيوم ببالي شعطيني سالب الورق القطن مطات الأبو نايت النحاس والذهب البوليستر مثلا البوليستر لما أدلكه دايما بعطيني سالب تمام طب شو بصير لما نأدلك البوليستر مع نحاس والذهب مثلا البوليستر ممع الثانيرKS البوليستر أنوم البوليستر أخفض منه من حيث السالب يعني بعطيني سالب أكثر فإذلك لما أدلكه مع بعضها فهذه يكون سحنة موجبة تمام لأنه صريحا ضع another one but it will raise another one سالب باس أنومه سالب أكثر البوليستر. فهذا يعتبر بالنسبة له شحنته موجبة. تمام؟ طيب الآن في عندي مثلا مثال تعرفوا لما يجي احنا مثلا نسوي حفلة او ما شابه او لما نيجي نحط مثلا قصص الورق هنا على الطاولة ونجيب بلون فمنيجي مثلا مندلك البلون في شعرنا ومنحطه. اول ما نحطه ايش بصير؟ بتجذبلي قصصات الورق. لاحظ الورق وين؟ الورق سالب. تمام؟ هاي الورق. معانتو احنا لما نردلك البلون في جسمنا ايش بصير فيه؟ بصير موجب. تمام؟ فبناء على هذا الحكي منفسر ايش؟ منفسر التجاذب بين الاجسام. طيب. اذا هاي هي اول طريقة اللي هي الشحن بالدلك. الدلك ببساطة انو انا اجيب جسم وادلكه مع جسم ثاني. وهاي الطريقة كمان احنا منستخدينها اكثر اشي لا ايش؟ لالاجسام العازل. لانو العازل طبيعته. ما فيه شحن. تمام؟ ما بتقدر انت مش ما فيه شحنة. بس ما بتقدر تعطيه شحنة من خلال النقل. فاحنا منيجيب ايش؟ من ندلك ودلك. يعني منيجيب رؤي انو صير فيه شحنة. تمام؟ لكن. لاحظوا. يمكن شحن الاجسام الموصلة ايضا من خلال الدلك. يعني حتى الاجسام الموصلة زي الحديد مثلا او ما شابه. اذا دلكتها برضو ايش بشحنها. لكن الدلك تقريبا يعني احنا متعارفين عليه انو الاجسام العازلة اكثر اشي. طيب. الطريقة الثانية شحن بالتوصيل. اللمس. يعني مش انو ادلك الجسم ذلك. لا. شوف ايش اللي بصير. يحدث هذا النوع من الانتقال للشحنات بين جسم عازل وجسم موصل. بطلنا زي فوق جسمين عازلين مثلا. متأثرنا عازل وجسم موصل. بحيث تنتقل الشحنات من الجسم الموصل الى الجسم العازل او العكس. عند تلامس هنا. تمام؟ راح نتعرف شو تفسيرها هاي الحقيقة. يعني اذا جبت مثلا. اااا جسم موصل. تمام ايشه thirds وحركة في الكهربة. وحطيتهم على الجسم عازل. لمستهم مع بعض. بس بدون ما أدلكهم. فوقل الجسم العازل ياخذ شحن. تمام. فقط عند التلامس. او إذا جبت جسم موصل. جسم موصل كمان. تمام؟ عند لمسهما تنتقل الشحنات بناتها طيب نجي على طريقة الشحن الثالثة وهي الشحن بالحث التأثير الآن هل يمكن شحن جسم متعادل لاحظ ما له شحنة بدون لمسه أو دلكه يعني احنا قبل الأول إشي كان في دلك يعني مش مجرد لمس بس لا دلك الطريقة الثانية كانت باللمس الآن في عندي أنا بالحث الحث معناه أنه أنا ما بدي ألمسه للجسم كيف يعني؟ كالتالي نفترض أنها لدينا كرة موصلة تمام؟ موصلة مش عازلة متعادلة تمام؟ ومعزولة على الأجسام الأخرى معزولة بمعنى مش عازلة المعزولة بمعنى أنه هيato مفي حولها أجسام أخرى مافي حولها هوى مافي علها ولا شيء تمام؟ طيب هاي عندي أنا كرة موصلة للشحنات يعني موصل للتيار احنا هسميها بعدين تمام؟ وفيها شحنات لكنها متعادلة لاحظ 1, 2, 3, 4, 5 5 شحنات سالبة 1, 2, 3, 4, 5 إذن هي هيك إيش؟ متعدلة مش مشحونة الآن أنا أجيت بأيش بدأت أتوي؟ بدي أقرب عليها قضية بعازل تمام؟ لكنه مشحون مشحون مثلا خلينا نفترض أنه مشحون بالدلك دلكناه وصار مشحون بشحونة سالبة تمام؟ طيب الآن حكينا قاعدة بأول الدرس إيش القاعدة هاي؟ من خصاص الشحنة الكهربائية أن الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب الآن أنا لما أقرب شحنة سالبة هون تمام؟ إيش اللي حيصير؟ الموجب رح ينجذب نحو الشحنة السالبة والسالب رح يبتعد هذا رح يبتعد وهذا رح ينجذب فذلك لحظوا الموجب وين تجمع؟ كلها تجمع هون ليش؟ لأنه جذبوا الشحنة السالبة الموجودة وين؟ في القضيب المطاطي الآن الشحنة السالبة اللي موجودة في نفس الكرة هاي ابتعدت تمام؟ لأنها بدهاش تتنافر مع الشحنة السالبة هاي تمام؟ الآن لاحظوا علي الشحنة الموجبة اللي قربت من السالبة هاي منسميها شحنة مقيدة ليش؟ لأنه أنا ثبتها على هاي الجهة من خلال أنه أنا مقرب القضيبة المشحون بشحنة سالبة فهاي اسمها شحنة مقيدة تمام يعني ثابت مش قدر تتحرك ليش أنا ما سيتها بدها تنجب بنحو السالب الآن الشحنة الأخرى هاي السالبة بتسميها شحنة حرة ليش لأنه هي بتعدت عن الشحنة السالبة هاي مزبوط صح لما بعدت عنها صارت بعيدة عنها خلص هيك ما تقريبا القوة بناتهم خفل فهي تتحاول تباعد قدر الإمكان لكن هون خلص هون تمام فايش اللي بصير هي لساتة حرة بتقدر تتحرك يعني ها بتقدر ترحون ها بتقدر ترحون في بناتهم ايش حركة لكن هاي ما في بناتهم حركة تقريبا ليش أنه قيتت أنا جذبتها يعني قلت لها خليكي هون وبس ليش أنه عندك سالب وهي بتحب السالب بظلها رايحة عندك الآن ايش اللي بصير كالتالي الخطوة الثالثة أنا بجيب تمام باجي بظل مؤثر في القضيب المطاطي هون تمام وبوصل للطرف الآخر بالأرض الآن الأرض ايش بتسويلي زي ما بنعرف احنا أو عرفنا في الصفوف السابقة إنه الأرض بتعملي تفريغ كهربائي للشحنات السالب هذا اسمه الأرض هون تمام هي العملية اسمها تفريغ كهربائي لكن هون واصله في إيس في الأرض إيش تفريغ كهربائي هاذ؟ الأرض بشكل عام لما انت تلمسها أو أي جسم يلمسها تعمل تفريغ كهربائي للشحنات السالب تمام؟ فالجسم هذا لما أشبكه في الأرض الشحنات السالب هاي هتفرق كلها هتروح في الأرض لاحظ ايش صار اختفت تمام تميلها تفريغ شو ظل في الجسم في الكرة الموصلة هاي شحنة موجبة تمام؟ لساتني أنا بقييدها وين؟ في القضيب المطاطي طب أنا لو شيلت القضيب المطاطي ايش اللي بصير؟ الشحنة بترجع تتوزع على نفس ما هي بس لاحظ ايش اللي صار؟ شحنة موجبة فقط فهذا الجسم ايش اللي صار فيه؟ صار موجب يعني شحنته موجب فأنا ايش قدرت أسوي هون؟ اللي قدرت أسويه كالتالي إنه أنا أشحن جسم من خلال جسم آخر تمام؟ بدون ما ألمسه لاحظ ما لمسته يعني فيه هون أفراغ تمام؟ ما فيها لمس نهائيا نهائيا ما فيها لمس بس أنه أنا بأثر على الشحنات عشان تيجي إلى منطقة معينة والثانية بفرغها تمام؟ ممكن أفرغها ترى مش بالأرض كمان؟ ممكن أفرغها باللمس تمام؟ طيب طبعا هون مشروح الموضوع حكينا فيه عندي شحنات مقيدة وشحنات فرة ومشروح الموضوع حسب الشكل هون مثلا ألف ألف بابا جيم جيم وهكذا بأوصف الموضوع خطوة بخطوة فهذا هو يا سيد العزيز الشحن بالحث إذا أنا أصار عندي طرق شحن ثلاث عندي دلك وعندي لمس وعندي الحث اليوم الآن بدنا نتعرف شو التفسير للشحن بالدلك والشحن باللمس والشحن بالحث طيب إحنا عرفنا يعني مبدأه بس ما عرفنا التفسير تاهم ليش؟ تمام؟ يعني لو على المبدأ كان عرفنا من صف ثامن ما إحنا أخذنا هاي من صف ثامن وسابع وإلى آخره بنعرف إنه إحنا لما ندلك أي جسم من مع بعض بنشحنه لكن حنا نصف عاشر بدنا نعرف التفسير للشحن لعملية الشحن هاي لاحظ شو بيحكيلي التفسير؟ تفسير التكهرب عن طريق الترتيب الذري للمادة يعني إحنا نيجي نفسر التكهرب عملية الشحن نسميها إحنا التكهرب تمام؟ عن طريق ذرات المادة شو اللي بيصير في ذرات المادة نفسها؟ الآن لاحظ بيحكيلي وضع العلماء مجموعة عن الفرضيات وسط تركيب المادة وسلوكها هاي النظريات كان اسمها النظرية الذرية تمام؟ شو يعني النظرية الذرية؟ النظرية الذرية بتحكيلي إنه كل المواد في العالم تتكون من ذرات تمام؟ نعرفها هاي الذرات والذرات هاي تتكون لمن جسيمين؟ يعني جسيمين إحنا نسميهم لأنهم صغار تمام؟ الجسيم الأول بروتونات وشحنته موجبة تمام؟ والجسيم الآخر يدور حول البروتونات الشحنته سالبة ويسمى الإلكترونات والبروتونات هاي موجودة وين؟ في النواة فالذرات تتكون لمن نواة لاحظوا النواة هاي النواة هاي تحتويلي على بروتونات موجبة الشحن لاحظ أزرق موجب ويدور حولها في مدارات إلكترونات الإلكترونات هاي إشمالها؟ سالبة الشحنة الآن شايفين هاي الذرة؟ المادة الوحدة تتكون لمن مليون ذرة أو من مليار ذرة يعني تعدش ذرات الظرة هاي جداً صغيرة لكن أغلب المواد خاصة المواد الصلبة بتكون تتكون المادة الوحدة من نفس نوع الذرات ثمتو كيف أو نفس التركيب فإذا كانت ذرة وحدة تمام تتصرف تصرف معين فكل الذرات هتتصرف نفس التصرف فلاحظ عندي في الذرة المتعدلة كهربائياً يعني لما تكون الذرة المتعدلة شو يعني؟ بحكي لي تساوى عدد البروتونات الموجبة اللي شحنتها موجبة في النوع مع عدد الإلكترونات التي تدور حولها يعني أنا لما أحكي عن طب حكينا المادة المتعدلة عدد الشحنات الموجبة يساوي العدد الشحنات السالبة الظرة نفس الفكرة بس إيش هي الشحنات السالبة والموجبة؟ الموجبة لبروتونات السالبة لإلكترونات ولازم عدد البروتونات يساوي العدد الإلكترونات لعني نلاحظ مثلا هاي الظرة في عندي أنا أربع بروتونات في عندي أنا ثلاثة إلكترونات فهي الظرة مش متعادلة هاي الظرة مش حونة بجحنة سالبة الآن يمكننا تفسير جميع ظواهر الشحنين خلال المظرية الذرية اللي بتحكي لي أنه المادة متكونة من ذرات راح نشوف كيف راح نفسرها الآن أول إشي تفسير التكهرب بالدلك نحن يجي نفسر التكهرب بالدلك بحكي لي عند دلك جسمين متعادلين يعني اثنين ما إلهم شحنة من مادتين مختلفين تمام؟ من مادتين مختلفتين غالبا ستكون هنا ببعضهما البعض فإن عددا من الإلكترونات حكينا في عندي بروتونات إلكترونات 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 إيش ما لها؟ سالبة فإن عدد من الإلكترونات ينتقل من أحد الجسمين إلى الآخر ويكون مقدار ما يفقده الجسم الأول مساوية لما يكتسبه الجسم الثاني أكيد هاي مو إذا الجسم الأول فقط خمسة الجسم الثاني قد يجد يكتسب؟ خمسة معروفة وما ينتقل عند دلك هو الإلكترونات ليش طيب؟ لسهولة فقدها واكتسابها أما الشحنات الموجبة فهي مرتبطة داخل النواة بقوة شديدة يعني لو نرجع للنظرية الذرية هنا منلاحظ أن الإلكترونات أصغر وأسهل الفقد يعني أبعد وأسهل تمام؟ الآن البروتونات مرتبطة داخل النواة تمام؟ فهي مش سهلة أنه يتنتقل لكن الإلكترونات تنتقل من مادة إلى أخرى إلكترونات هاي شحنتها؟ سالمة تمام؟ طيب نحن لسه ما فصرنا هيك نحن لسه بس من ننصف إيش اللي بصيح حكينا ندلكهم تنتقل عدد من الإلكترونات من الجسم الأول إلى الثاني العدد بيكون نفسه طبعا لأنه هو اللي انتقل هو نفسه اللي تتسب والإلكترونات ليش ننتقل؟ لأنه هي الأسهل فقدها واكتسابها تمام؟ الآن لاحظ تعتمد عملية فقد الإلكترونات أو اكتساب الإلكترونات عند ذلك الأجسام ببعضها البعض على قوة ارتباط الإلكترونات بنواة الذرة وميل ذرات الجسم لفقد الإلكترونات أو اكتسابها وهذا ما يفسر اختلاف المواد في ميلها نتكهر آه، الآن لاحظ أنا عندي أجسام الأجسام هاي تتكون لي من بروتونات وإلكترونات تمام؟ الآن بس في أجسام تتكون من عدد معين من الإلكترونات والبروتونات يعني في أجسام ممكن تفقد بسهولة في أجسام لا هي بحاجة الإلكترونات أصلا بدها يعني فممكن إيش؟ ممكن تكتسب فبيقول لك الدلك حسب الجسم هل رح يكتسب ولا رح يفقد فإيش بصير؟ بيختلف المواد في ميلها للتكهرب يعني تختلف المادة في ميلها للتكهرب بالدلك حسب الجسم هل رح يفقد؟ هل رح يكتسب؟ كل مادة إيش؟ إلها تصرف معين ممكن المادة هاي مثلا بتكون بدها تكسب أكثر ممكن تفقد أكثر إلها نلاحظ إيش اللي بصير عندي؟ مثلا هون أنا جيت فركة هاد أعتقد بمثال نفسه؟ مصطرة مع قطعة الصوف بغض النظر قطعة الصوف أو ما شابه تمام؟ جيت أنا فركت هاي قطعة الصوف نفترض بالمصطرة إيش اللي صار؟ المصدرة صارت شحنتها سالبة هاي صارت شحنتها موجبة شو يعني؟ الإش اللي بصير شحنته سالب هو اللي بيكتسب إلكترونات فلاحظ كل شحنة سالبة هون اكتسبتها هوا عبارة عن إلكترون 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 وهكذا طب هون يعني عندي أنا واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة، ما عم نفترض يعني هون عندي أنا كم؟ تمام، الآن هاي صارت شحنتها موجبة، ليش؟ لأنه هي أطت الإلكترونات سالبة، يعني هاي قل فيها عدد الإلكترونات السالبة، تمام؟ وزاد فيها طبيعة الحال طبعا، لما يقل للسالب بدو يزيد إيش؟ الموجب، فبصير كل إلكترون فقدته هاي المادة بنعتبروا إحنا موجب فهاي موجب، موجب، موجب وهكا، تمام؟ طيب، هذا هو تفسير الدلك، لو نرجع للدلك على السريع هيكا، تمام؟ هون على سلسة الدلك الكهربائي، بناء على التفسير اللي أخذناه، طبعا هذا أنا مش راجع له عبث لأنه في سؤال يفكر أعتقد في الدرس، الآن لو يجي يسألني طيب، بناء على النظرية الذرية، بدي أفسر الدلك، شو يعني بدي أفسر الدلك؟ بحكي لي، لماذا عنده فرق أو عنده دلك؟ المطاط بالزجاج، يكتسب الزجاج شحنة موجبة، ويكتسب المطاط شحنة سالبة؟ كيف ده جاوبه؟ شو بدي أحكي له؟ بحكي له كالتال، بحكي له الدلك يعتمد على كمية الإلكترونات التي فقدت أو اكتسبت وعلى نوع المادة، فلذلك وبناء على التفسير الذري للتكهرب أو للدلك، فإن الزجاج يميل أكثر لفقد الإلكترونات، الموجب إيش بيصير له؟ فقد، والمطاط يميل أكثر لكسب الإلكترونات، ولم يكسب الإلكترونات، تمام؟ بيكتسب، عفواً، بيكتسب شحنات سالبة، تمام؟ فلذلك إحنا بنقدر نفسر أي شيء بدنا إياه بهاي النظرية، كيف يعني مثلا عندي ذهب وعندي جسم الإنسان، إيش جسم الإنسان وبلش إيش يلبس الذهب؟ إيش اللي بيصير؟ جسم الإنسان لاحظ أكثر جسم إيش بيفقد إلكترونات، يعني مليان إلكترونات بس بده يفقد، فأول ما حط إيدي على الذهب، الذهب بده إيش؟ الظهب، وين راح؟، الذهب كان بده يكتسب، تمام؟ فأول ما حط إيدي على الذهب، إيدي بتنقل إلكترونات لوين؟ للذهب بس أفرقها زي هيك، تنتقل إلكترونات، فلذلك الذهب بصير لي سالب، وإيدي بتصير موجب. طيب هذا تفسير التكهرو بطريقة الدلك تفسير التكهرو بطريقة اللمس هو أسهل بيحكي لي إذا كان لدي كرتين أو كرتان موصلتان سنتين موصلة مش عوازل زي الدلك ومع زولتان على الوسط يعني ما فيه أنا عندي هوا أو مي أو شيء زي هيك تمام الأولى متعادلة والثانية مشحونة بشحنة سالبة فإنه عنده تلامس الكرتان شوف إيش اللي بيصير الأولى متعادلة ما فيه لها شحنة الثانية مبينة سالبة كثير سالبة تمام أكثر بكثير عدد الشحنات السالبة فيها فإنه عنده تلامس الكرتين إيش اللي بيدي يصير بده تنتقل الشحنات السالبة تمام من اثنين إلى واحد تمام لتصبح كلتاهما مشحونة بشحنة سالبة وعنده فصل الكرتين عن بعضهم البعض بيظل هاي شحنتها سالبة شوف كيف هاي لما سناها مع هاي تمام الآن لاحظ هاي كان عندها شحنات سالبة كثير إيش اللي صار فيها انتقلت للكرة الثانية شايف من هون صار عندي خمسة هون كان عندي تقريبا ثمانية تمام لما انتقلت صارت هاي سالبة لأنه عدد الشحنات السالبة فيها أكثر لاحظ أربعة هون عندي خمسة هون عندي اثنين نفس الإشي هون هاي رساتها سالبة تمام باش فصلتم عن بعض هون ظلت هاي سالبة وهاي سالبة إذا تفسير اللمس ببساطة تمام إنه في عندي أنا المواد الموصلة إيش اللي بصير فيها تنتقل للشحنات خلالها بسهولة فأنا أول ما ألمسهم اللي بصير فيهم إنه الأجسام هاي بدأت تصير متعادلة ليش لاحظا عندي جسمين موجب تمام الموجب بيجذب السالب طب هون السالب سهل كثير ينجذب لوين للموجب ليش لأنه هون كثير السالب يعني معبي الجسم كامل السالب فأنا أول ما ألمس الجسمين مع بعض السالب بروح وين بيجذبه بس يعني ما بيقدر يجذبه صح لأنه هون عندي اثنين مقارنة بثمانية ولا إشي فأكيد السالب ويندي يروح للجهة هاي فصارتها عندي سالب وهاي عندي سالب وهكذا هو شحن باللمس طبعا هذا الإشي بنطبق كمان على إيش بنطبق على المواد العازلة والمواد الموصلة نفس الإشي يعني إذا كان عندي المواد العازلة المواد الموصلة نفس الفكرة بدأفسرها بالآن على أنه عدد شحناته أكثر بحيث أنه يقدر يعطي تمام؟ تقدر تنتقل الشحنات بناته طيب هذا هو تفسير الشحن باللمس الآن الشحن بالحث بحكي لي بدي تفسيره احنا أصلا قريدي فصرناه يعني مسبقا فصرنا عبناه على هاي النظرية اللي هي عند شحنات موجبة وسالبة وحكينا كيف الشحن بالحث بيصير لذلك احنا فصرنا اللمس وفصرنا الدلك تمام؟ إذن ها هي طرق شحن الأجسام نجع على مبدأ تكمية الشحنة إذا متذكرين الخاصية الرابعة للشحنات الكهربائية تمام؟ أول إشي الخاصية الثالثة كانت مبدأ حفظ الشحنة حفظ الشحنة بحيث أنه عدد الشحنات أو الشحنات بشكل عام لا تفنى ولا تستحدث وإنما تنطقي من جسم إلى آخر المبدأ الرابع اللي حكينا عنه مبدأ تكمية الشحنة وهو إنه شحنة الإلكترون اللي حكينا عنها الآن إحنا بنعرف شو يعني إلكترون الآن ردنا ذكرناكم شو يعني إلكترون إلكترون هو الجسيم السالب اللي موجود في الذرة اللي بدور حول النوع هي أصغر شحنة مستقرة تمام؟ يمكن أن يحملها أي جسم جسم في الطبيعة لذلك نص مبدأ تكمية الشحنة على إنه أي جسم مشخون تمام؟ يجب أن تساوي شحنته عددا صحيحا من مضاعفات شحنة الإلكترون يعني أي جسم في الدنيا إذا بده يكتسب شحنات بده تكون الشحنات هاي عدد صحيح من شحنات الإلكترون ليش؟ لأنه أقل شحنة واحد إلكترون طب ممكن أعطيه نص إلكترون؟ لا مستحيل يعني مستحيل أنقل له واحد ونص إلكترون إلكترون ما بتنتقل يعني عن طريق نص أو إشه زي هيك تنتقل إلكترون إلكترون تمام؟ فلذلك عدد الشحنات لازم يساوي عدد صحيح ثلاث أربعة واحد ثنين ثلاث أربعة خمس ستة وهكذا ضرب شحنة الإلكترون تمام؟ هيك يعبر عنه رياضين الشحنة لأي جسم بتساوي لي نون عدد صحيح ضرب شحنة الإلكترون طيب لاحظ عندي القانون وهذا القانون اللي راح نطبق عليه في الدرس هذا القانون الحفظ يعني تمام؟ نون عدد صحيح موجب ويساوي عدد الإلكترونات التي يكتسبها أو يفقدها الجسم عندها شحنه تمام؟ إذا نون عدد صحيح موجب يعني نون بيساوي لي واحد ثنين ثلاث وهكذا طيب شحنة الإلكترون مقدارها 1.6 قوة قصة 19 كولو كمام؟ إذن الشحنة الكهربائية تقاس بوحدة الكولو شحنة الإلكترون 1.6 قوة قصة 19 كولو حفظ هذه لازم يكون عارفينها يعني مهمة بالفيزياء والكيميا ومهمة بالحياة تقريبا بشكل وهو أنا عندي هذا القانون حفظ طيب الآن بحكي لي شوف إلى حد لأن إحنا ما حكينا عن وحدة قياس الشحنة الكهربائية حكينا عن الشحنة خصائصها كيف تنتقل وقداش مقدارها الشحنة الكهربائية وحدتها هي كولوم تمام؟ ونرمزلها بحرف سي كابيتل في الإنجليزي تمام؟ بالعربي هيك تقرأ كولوم وبالإنجليزي إذا اختصارا نكتبها سي كابيتل وهي وحدة كبيرة جدا تمام؟ وتحتوي على كمية كبيرة من الشحنات الكهربائية يعني هاي الوحدة بطبيعة الحال تمام؟ لأن الشحنات الأساسية اللي لدينا صغيرة جدا حكينا شحنة الإلكترون شفتوا قديش صغيرة؟ يعني 1 ضرب 10 قوة 1.6 ضرب 10 قوة نقص 19 كثير كثير شحنة صغيرة الآن الكولوم بالنسبة للشحنات وحدة كبيرة جدا فلذلك لما يجي نعبر عنها نستخدم الباديئات العلمية يعني هي الباديئات اللي أخذناها بالسقط التاسع في التعبير عن الشحنات مثال مثلا ميلي كولوم 10 قوة نقص 3 كولوم مايكرو كولوم 10 قوة نقص 6 كولوم نانو كولوم 10 قوة نقص 9 بيكو كولوم 10 قوة نقص 12 هذول اللي لازم يكونوا عارفينهم لأفرض أنه احنا عارفينه تمام؟ طيب نيجي على مثال ما شحنة جسم فقد مليون إلكترون تمام؟ فقد شوي يعني؟ يعني صارت شحنته موجب ليش؟ لأنه عملية فقد الإلكترونات معناته أنا بطلع شحنات سالبة قاعد مني تمام؟ بطلع من الجسم شحنات سالبة معناه أنه الجسم نفسه بصير موجب فقد قديش؟ مليون إلكترون هنا وهو متعمد يعطيك إياها بإيش؟ بالكلمات طب المليون إيش؟ كيف نعبر عن المليون؟ مليون يسيد العزيز بسوي لي عشرة قوة ستة إيش؟ إلكترون أو إذا بدكم مثلا حطوا واحد جنبها ستة أصفار بس هذا مش منطقي يعني إحنا ما بنكتب عشرة واحد عشرة أو واحد جنبه ستة أصفار نكتب عشرة قوة ستة تمام؟ طيب الجسم فقد عشرة قوة ستة إلكترون يجح منطبق شحنة الجسم متساوي لي عدد الألكترونات اللي فقدها أو اللي اكتسبها هو أنا فقد ضرب شحنة الإلكترون نفسه شحنة الإلكترون الواحد عشرة قوة ستة إلكترون ضرب شحنة الإلكترون الواحد 1.6들을 نقص ناقص 19. كيف يحل؟ تمام. الاسس في حالة الضرب ايش يسوي؟ تجمع. طيب ستة زائد ناقص 19 موجب زائد ناقص بظل عندي ايش؟ اشارة الاكبر. ايش الاكبر هنا؟ 19. فتصفى عندي 19 ناقص 6 طبعا 13. في عندي الموجب الماينس هاي سالب صارت سالب 13. الواحد فاصل ستة بتركها نفس ما هي. واحد فاصل ستة ضرب عشر اقوناقص 13 كولوم. هاي ايش؟ هاي شحنة الجسم. وهي شحنة موجبة. لان الجسم فقد الكترونات ايش مالها؟ سالبة الشحنة. طيب الان سؤال فكر بحكيلي في تجربة مماثلة للتجربة التي اجراها العالم اللي كان. العالم اللي كان طبعا مذكور في الكتاب هو العالم اللي صلع لي تسوى تجربة. واثبت هذا القانون اللي حكينا عنه. انه الشحنة بتسوي العدد صحيح ضرب شحنة الالكترون. فبحكيلي في تجربة مماثلة حصل باحث يعني عالم يجد تسوي تجربة نفسها تاعت اللي كان ويقول خلينا نجرب هل تطلع معاين شحنة الالكترون عدد صحيح منها ولا لا. فـ 32 ضرب 10 قوة ناقص 15 أول نتيجة العتمها. الثانية 9 ضرب 10 قوة ناقص 19 كولوم طبعا. والثالثة 1.3 ضرب 10 قوة ناقص 17. تمام؟ اي من هذه النتائج مقبولة علميا. ولماذا؟ يعني اي واحدة منهم تعتبر شحنة صحيحة عن جد. واي واحدة لا مش مقبولة علميا. تمام؟ الان هذا السؤال عفكرة موجود زيه في اوائل دروس التوجيه. تمام؟ في مبدأ تكمية الشحنة. الان لاحظ كيف ننفهم الموضوع. شحنة اي جسم في الدنيا يجب ان تكون عدد صحيح من شحنة الالكترون. العدد الصحيح هذا اجسم منها نون. فاذا قسمنا شحنة الجسم. لاحظ ايها. شين. على شحنة الالكترون. شين اي هاي. تمام؟ يجب ان تعطينا عدد صحيح اللي هو نون. وإلا فان القيمة خاطئة. يعني اذا عطتنا عدد مش صحيح. عدد كسري مثلا. تمام؟ عشري الى اخره. كسري اللي هو. مش صحيحة القيمة. فإحنا ايش منيجي منطبق؟ نقسم الشحنة على شحنة الالكترون. تمام؟ نرجح هنا عفوا. نقسم الشحنة على شحنة الالكترون. إذا كانت عدد صحيح معناته هي مقبولة علمية. إذا كانت مش عدد صحيح معناته هي غير مقبولة علمية. لاحظ ايش اللي بدي يصير. الشحنة الاولى. ثنين وثلاثين ضرب عشر قو ناقص خمس عشر. جبتها أنا حسب القانون هاض. وخسمتها على شحنة الاكترون اللي حفظناها. واحد فاصل ستة ضرب عشر قو ناقص خمس عشر. بدي أشوف هلها حيطلع عدد صحيح ولا لا؟ طبعا مشان نريح حالنا. نيجي إحنا مثلا منحل الأسس بالأول. لاحظ الأسس في حالة القسمة تطرى. فبحكي سالب خمس عشر ناقص ناقص تسعة عشر. الناقص ناقص هاي اش بتصير؟ بصير زائد. ناقص خمس عشر زائد تسعة عشر بسوي لي أربعة موجب. فلاحظ عشرة قوة أربعة موجب. تمام؟ طيب. ثنين وثلاثين تقسيم واحد فاصل ستة. ثنين وثلاثين تقسيم واحد فاصل ستة. لاحظ هي تقريبا ثنين وثلاثين تقسيم ستة عشر بس بزيادة صفر. يعني أنا لو نقلت نفاصلي هاي لهون بصير ثنين وثلاثين تقسيم ستة عشر. تمام؟ لكن مضروبة بعشرة. فلذلك هي تساوي لي عشرين. تمام؟ عشرين ضرب واحد فاصل ستة. نضرب أولي شي بعشرة بتصير ستة عشر بعدها باثنين بتصير عندي اثنين وثلاثين. فنتيجة نهائية عشرين ضرب عشرة قوة أربعة. يعني عشرين وقدامها أربعة صفر بغض النظر قديش؟ يعني بيتين ألف أو ما شابه. فالشحنة صحيحة. ليش؟ لأنها عدد صحيح. نجحة إلكترون. في عندي كسور. في عندي أجراء. في عندي عشر. ما عندي. طيب. الشحنة الثانية. تسعة ضرب عشرة قوة أقص تسعة عشر. لاحظ العشرة قوة أقص تسعة عشر. هاي نفسها هاي. مزبوط لما تقسمها بع بعض في اختلف. طيب هاي فهمناها. تسعة تقسيم واحد فاصل ستة. هل راح تعطيني عدد صحيح؟ ما راح تعطيني عدد صحيح. لو تجرب سبعة ثمانية ستة ما راح تعطيني. تعطيني كم؟ خمسة فاصلة اثنين وستين. طيب أنا عندي عشر. مستحيل. يعني هل الجسم شحنته خمس إلكترونات واثنين وستين بالمية من الإلكترون؟ مثلا خطأ. مستحيل. فلذلك الشحنة هاي إيش؟ غير مقبولة. لأنها ليست العددا صحيحا من شحنة الإلكترون. حكينا الأجسام تنتقل بينها البعض. يعني الشحنات بينها وبين بعض. من خلال الإلكترونات فقط. نيجي على نفس المثال الثالث أو قيم الثالثة. الأسس ناقص 17 زائد 19 ثنين. ايها. تمام؟ طيب ماشي هاي فهمناها. واحد فاصل ثلاث تقسيم واحد فاصل ستة. يعني لو حكينا 13 تقسيم 16. في إلها عدد صحيح هاي؟ لا ما إلها عدد صحيح. تمام؟ فلذلك كم تطلع معنا؟ صفر فاصل واحد وتلمين ستوحد واحد واحد ثمانين بالمين. ضرب عشرة قوة اثنين بهمناش. طبعا عشرة قوة اثنين. لاحظ هون العدد هذا إيش ماله؟ العدد هذا عشري. فلذلك هاي الشحنة غير مقبولة. لأنها ليست عددا صحيحا من شحنة الإلكترون. يعني إذا بدك تتخيلها زي ما فهمتكم إياها. يعني هل معقول الجسم كمان أعطل الجسم الثاني أو اكتسب شحنات بتساوي لي صفر فاصل واحد ثمانين. يعني واحد ثمانين بالمين. يعني القسم مثلا الإلكترون واحد ثمانين بالفيديو وقاله خذ. يلا. وأنا بخلي الباقي عندي. مستحيل. والإلكترون كثيرة صغير مستحيل ينتقل. تمام؟ يعني الإجسام تنتقل فقط. الشحنات بنها عن طريق الإلكترونات فقط. رايحة هنا. طيب. الآن بدنا نوخ الظواهر وتطبيقات على الكهرباء السكونية. يعني على انتقال الشحنات. في عندنا الظواهر طبعا طبعا عندي ظواهر أنا ممكن أشوفها في حياة يومية. أفسرها بناء على التعلمناه في الدرس. وعند تطبيقات يعني بناء على التعلمناه في الدرس. ممكن أنا الناس تخترع أجهزة جديدة أو تسوي تطبيقات جديدة بتعتمد على الشحنات. أولا ظاهرة البرق. البرق طبعا كله يتم نعرفوا إيش هو. فالبرق بحكي لي إيش لف سيره. بتكون بعض الغيوم مشحونة كهربائيا. يعني في بعض الغيوم في السماء بتكون مشحونة كهربائيا. أبصر كيف تنشحن بغض النظر. فتصبح بعضها مشحونة بشحنة سالبة. وبعضها بشحنة موجبة. تمام؟ عند اقتراب الغيوم يوشحونة من بعضها البعض يحدث تفريغ كهربائي بينها. يعني أنا بقرب موجب على سالب إيش اللي بصير؟ مش فيه تجاذب بين الموجب والسالب. مضبوط. بس تجاذب هذا إيش؟ بسويلي زي تفريغ. تطلع الشحنات من وين؟ من الغيوم نفسها. تطلع على إيش؟ على صورة شرارة ضخمة أو سيل من الإلكترونات. تمام؟ وهي الشرارة ضخمة أو سيل من الإلكترونات يسمى برق. تمام؟ وقد يحدث تفريغ الكهربائي على ارتفاعات منخفضة ويصل سطح الأرض. فيسمى حينها ساعقة. يعني لما يتوصل سطح الأرض هاي الشرارة بتسمى ساعقة. فهذا مثلا من أحد التطبيقات اللي إحنا فسرناها أو من أحد الظواهر إحنا فسرناها من خلال كهربائي السكوني. أدوات تفريغ شحنة الكهربائية. تمام؟ هذه أدوات مستخدمها إحنا عشان نفرغ شحنة الكهربائية من الأجسام. كيف يعني؟ ما هي مجموعة من الأجهزة تستخدم تفريغ الشحنة الكهربائية من الأجسام؟ وهذه نستعملوها عندما نريد أن نلمس أو نتعامل مع أجهزة مشحونة مثل جهاز الحسوب أو الهاتف الذكي أو المقسم الإلكتروني. تمام؟ أو المقسم. فكرتها هاي كالتالي. فكرتها إنو أنا بشبك جهاز تمام؟ بالإيش اللي بدي ألمسه؟ قبل ما ألمسه. عشان إيش؟ عشان أفرغ الشحنات منه. فمثلا اللي بيشتغلوا مع السيارات في مثال عندكم بالكتاب بشبكوا زي الآلة هاي عشان يتفرغ لي الشحنات. تمام؟ في أجهزة بنشبكها إحنا مع الجهاز بنشبكها مع إيدنا مثلا. عشان تسوي لي شحنة الجهاز وشحنة إيدنا عشان لما نلبس الجهاز أشي يصير؟ ما نتكهرب. تمام؟. إنو إذا كانت شحنة متعادلة بينك وبين الجهاز ما بتتكهرب. أما إذا كان الجهاز عنده شحنة موجبة زيادة سالة بزيادة إيش اللي بصير؟ بتتكهرب. آخر إشي طلاء السيارات بيحكي لي إنو اللي بيدهنوا السيارات برشوا عليها الطلاء هذا ما نسمي إحنا أو دهان. تمام؟. بيستخدموا مرذاذ خاص. مرذاذ. تمام؟ إشي بيرش. الإشي هذا اللي بيرش إيش بسوي لي؟. يزود هذا المرذاذ الطلاء بشحنة موجبة. يعني الطلاء هو طالع بعطيه شحنة موجبة. ويتم رش الجسم المراد طلاءه. يعني هاي السيارة بشحنة سالبة. فلما أنا أرش هاي بشحنة سالبة. بيكون الطلاء عليه شحنة موجبة. إيش اللي بيصير؟. بيصير تجاذب بناتهم. فتتجه قطرات الطلاء جميعها نحوه مباشرة يعني بسبب تجاذب الكهرباء. تمام؟ يعني أنا عندي هون سالب 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 سالب. وهنا عندي مثلا موجب اللي هو الطلاء كاعدة. فهذا إيش ماله؟ بيسهل من عملية الطلاء. يعني بدل ما يتروح على الهوى يتناثر. لا على طول أنا بضمن إنه وينه حيروح؟ على السيارة. طيب. تمام؟ طيب. الآن بدنا نحل حلول الدرس. نحل أسل الدرس. نحكي عن حلول أسل الدرس. أول سؤال بيحكي لي أذكر نص مبدأ حفظ الشحنة. حكينا حفظ الشحنة إيش هو؟ إنه شحنات الكهربائية لا تفنى ولا تستحدث وإنما تنتقل من الزم إلى آخر. اثنين بحكي لي برجوع إلى سلسة الدلك الكهربائي اللي فوق هاي. هذا جاوبت لكم إياه السؤال عفكرة. لماذا تتولى شحنة كهربائية موجبة على الزجاج عند ذلك هو بالحرير؟ نرجع على سلسة الدلك الكهربائي. منلاقي الزجاج وين؟ منلاقي فوض في الموجب. حكينا عنه. الحرير وين؟ تحت. طيب. بس إحنا بدنا تفسير لسه أعمق منيك. إيش التفسير؟ شوف لأن الزجاج موجود أعلى من الحرير في السلسلة ضمن المواد التي تميل الاكتساب شحنة موجبة أي تميل إلى فقد الإلكترونات. حكينا الموجب بفقد الإلكترونات. يعني بميل أنه يفقد يعطي أكثر. فالزجاج هذه القابلية لفقد الإلكترونات أكثر من الحرير. وهذا هو التفسير. طيب. السؤال الثالث. يحكي لي عند اقتراب قضيب بلاستيكي مشحون من كرة موسرق خفيفة معلقة بخير رفيع. لاحظ اقتراب الكرة من القضيب إلى أن تلامسه ثم ابتعادها عنه تفسر ذلك. فعلاً عندي هنا الكرة هاي مفروض أنه كرة موسرق خفيفة. أعتقد في الكتاب مكتوب متعادلة. مفروض أننا نفترض أنه هي إيش متعادلة. يعني عندي هنا شحنة موجبة. الآن بحكي لي إيش؟ بحكي لي قضيب. القضيب هذا بلاستيكي يعني عازل لكنه مشحون. فمثلاً عندي هنا موجبة. شحنة موجبة. مشحون شحنة موجبة. ايش بيقول لي بيصير؟ بالواحد اقتراب الكرة من القضيب إلى أن تلامسه يعني عابين ما يريد يتلمسه ايش بيصير؟ تبتعد عنه فسر ذلك. بنيجي من فسره كالتالي. هذا الإشي إلو دخل بإيش؟ إلو دخل بالحث واللمس. يعني إحنا قاعدين نستخدم المبدئين لنقل الشحنة. أول إشي إيش بيكون عندي؟ أول إشي بيكون عندي حث كهربائي كيف يعني؟ أنا عندي شحنات موجبة. قاعد بقربها لهون صح؟ إيش بيصير؟ شحنة سالبة هاي قاعدة بتقرب لعندي شحنة الموجبة. فهي بتدفع لي الكرة لوين؟ بهذا الاتجاه. تجاه ذا. الموجبة هاي وين بتصير؟ بتصير هون. يعني بعد ما أقربها مع بعض باجي بمسح هاي. بتصير هون عندي السالب. وهون عندي الموجبة. تمام؟ طيب. هاذا متى؟ هاذا أثناء الحال. واحد. الآن بس هلمسوا ببعض. إيش اللي بصير؟ حكينا إنه الأجسام بشكل عام. تمام؟ الجسم اللي معانا شحنة كثيرة بدي نقولها للجسم الثاني. تمام؟ فإيش اللي بصير؟ الشحنات الموجبة هاي. تنتقل لوين؟ للجسم المتعدل. تمام؟ لما الجسم المتعدل يأخذ شحنات الموجبة. تقريباً بتصير رحنته موجبة. وهاي أصلاً نساتها شحنتها موجبة. إنه هي عازلة. يعني العازل شوف. العازل ما رح يكتسب من أيش؟ من الموصل. لكن الموصل رح يكتسب من العازل لأنه معاه شحنة أكثر. تمام؟ الموصل العازل معاه شحنة أكثر. الموصل اللي بدي يأخذها منه. صارت هي موجبة وهي موجبة لما تلامس وإيش اللي صار بناتهم؟ على طول بععد عن بعض. فهاي راح تلهون. وهي راح تلهون. وهي الخطوة الثانية اللي هي اللمس. تمام؟ لاحظ إيش بيحكين. عند تقريب القضيب المشحون من الكرة الموصلة المتعادلة والمعزولة عن الوسط. فإن الكرة تشحن أول إيش بطريقة إيش؟ الحث. بشحنة مخالفة لشحنة القضيب اللي هي إيش؟ اللي هي كانت قريبة عليه. فتتجاذب معه. تمام؟ يعني أعلى طول أول ما أقربه تتجاذب وبتصير إيش؟ بتتلمسه. هس لما تلمسه تأخذ الكرة شحنة مشابهة لشحنة القضيب. تأخذ منه إيش؟ شحنات. فتتنافر معه وتبتعد. ليش؟ إنه صارت شحنة هزيه. تقريبا يعني. إحنا ما بنحكي عن الشحنات كلها. إحنا بنحكي أنه شحنة أكبر. أنه صارت أكبر موجب معنا شحنة هزيه. لما تصير شحنة موجبه والخضيب شحنة موجبه بيتهم يتنافر. فهذا السؤال الحلول لأنه هنا استخدمنا طقيقتين. استخدمنا الحث وستخدمنا اللمس. الآن سؤال أربعة. بحكي لي ما أهمية بتوصيل سريك مخاسي بين شاحنة نقل النفط وباب البير عند تفريغ خمولتها. وطبعا هنا في صورة في الكتاب لكن أمش حاطها في الدوسية لأن الصورة صعبة شوي. لكن فكرتها كالتالي في عند شاحنة تنقل نفط. فالنفط هزيه. الشاحنة هاي طبعا كبيرة. تمام؟ وإلها عجلات كبيرة. وتيجي بدأ تفرغ لي إيش؟ تتفرغ النفط. تمام؟ وين تتفرغه؟ تتفرغه في بئر. طبعا النفط بنحط في أبار. تمام؟ فبيجوا قبل ما يفرغوا النفط. خاطر ايش بسوه؟ بوصلوا سيك نحاسي بين شاحنة نقل النفط وباب البير عندها تفريغ خمولتها. يعني بيجي بوصل سيك نحاسي زيك لهون. نحاس. تمام؟ وهاي نفط عشانكم. طيب ليش بوصلوا فيكركم؟ الآن بحكيلي الجواب كالتالي. لأشرح لكم. الشحنة أثناء سيرها على الأرض. تمام؟ بصير في بين العجلات وبين الطريق احتكال. وكمان بصير في بناتهم شحن كهرباء. تمام؟ تظهر هاي الشحنات وين؟ على العجلات. تمام؟ العجلات وهي بتدور وين بتنقولي إياها؟ بتنقوليها على الشحنة نفسها. تمام؟ طيب. الآن شوف إيش اللي بصير. بحكيلي عنده وضع الخرطوم وتفريغ الوقود في البئر يحدث تفريغ للشحنة الكهربائية على صورة شرارة. الآن أنا بدي أحط خرطوم. تمام؟ حيكون مشحون. تمام؟ وحيحدث تفريغ بين شحنات كهربائية الموجودة وين؟ هون في شاحنة نقل النفط نفسها. ممكن تطلع الشحنات هاي من خلال الخرطوم مثلا أنا بدي أحط. أو أي مادة ما في مشكلة. ليش؟ لأن الشحنات هنا بتكون كثيرة. يعني حتى الشحنات هنا ممكن إيش؟ ممكن توصل الجسم عازل. ما في مشكلة. لأنه لما تكون عدد شحنات كبيرة ممكن تنتقل. فبوحل التفريغ للشحنة الكهربائية على صورة شرارة. فالشرارة هاي بوجود الوقود سريع الاشتعال مما يشكل خطورة كبيرة. أنا عندي نفط قاعد. نفط هو عبارة عن إيش؟ وقود. بنزين. ممكن يكون بنزين وقود. فإذا صار عندي أنا شرارة من خلال التفريغ الكهربائي هاي ممكن تولع وتنحرق الدنيا. فقبل ما ن نفضي. إيش اللي بيصير؟ نشبك سلك نحاسي هون. تمام؟ لذا يوصل يوصل جسم الشاحنة مع البئر واستخدام سلك نحاسي تفريغ الشحنة قبل التفريغ. إيش؟ لو أخود عشان طلع لي الشحنة كلها. هالوقت طبعا البئر هون عازل. ما في مشكلة. تمام؟ فخلص تختفي الشحنة تمتص هالماد اللي هي البئر. فلذلك هون نستخدم السلك النحاسي. الله أعطكم العافية يا رب. نراكم في الفيديوهات القادمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة. ومتابعتنا على اليوتيوب والفيسبوك. درس هذا زخم شوين وعن ما يعني طويل فيه مفاهيم جديدة. لكن اللي بدرسه منيح يتمكن منه من خلال الأمثل اللي أعطناها من خلال الكتاب كمان. يعني مهم نرجع للكتاب. حيرتاح طول المادة. سواء بالفصل هذا أو بالفصل الجاي. الفصل اللي معناها الفصل الخامس. الفصل الخامس اللي هو الكهرباء السكونية أو الفصل اللي بعده اللي هو الدارات البسيطة. نراكم شاء الله.